معركة الامعاء الخاوية تنطلق باكثر من الف اسير فلسطيني اتحدوا على هدف لرد حقوقهم المسلوبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على مرأة ومسمع من العالم الذي يصمت صمت القبور الاسرى بدأوا بخوض اضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان الحرية والكرامة في كافة سجون الاحتلال الاسرائيلي جاء الاضراب بعد ان فشلت حوارات ونقاشات الاسرى مع ما يسمى بادارة المعتقلات لتحسين اوضاعهم حيث قام الاسرى باخراج المواد الغذائية واعلنوا بدأ اضراب مفتوح عن الطعام بعد ان حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان ونفحه وريمون وهداريم وجلبوع وبئر السبع هذا الاجراء من الاسرى يأتي على خلفية رفض مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي تحسين اوضاعهم في الاسر للاخبارية فهد العميري